إلى جانبي صلاح شقيقة ويليام نانسي نون نانسي رأيناكم تضعون مستوعبات النفايات ما حتطلعوا من الشارع؟ لا ما رح نطلع أكيد ما رح نطلع من الشارع عبل ما يطلع ويليام هلا المفروض نحن ناطرين خبر عم بيجربوا يفصلوا الموضوع أنه بيتر ويليام يتحقق معهم سوا بس تما يفهموا العالم أنه مش إذا إجاب بيتر بيطلع ويليام إذا إجاب بيتر بيتحقق مع ويليام وبيتر والقاضي ساعة بيقرر إذا بيطلعهم تنينتهم أو بينيمهم هون بأي موضوع يتم التحقيق مع ويليام وبيتر؟ ويليام ما ختم التحقيق المتعلق بالدينامية؟ ختم التحقيق الأول طبع البحث والتحري طبع الشرطة القضائية إجوا حققوا مع الصبح وعأساس أنه هو بيطلع وبيرجع بينزل على تحقيق التنين لأنه هو مطلوب هو و 12 شخص من الأهل اللي بيناتهم 6 بيات ينزلوا على التحري تنين عأساس أنه الكل نازل بيرجع القاضي بيقرر أنه إذا بينزل بيتر طلب ببيتر وبدوا ينزل كرمال يكمل تحقيق معهم سوا وبعد هيك بيرجع بيعطي إشارة يعني يعطي إشارة راجع عنه كانوا متسل فينا موارف شو بتعتبروا؟ إذا رح نزهق يعني أنه إذا تركوا أول ليلة إنه تاني ليلة ما رح نبقى هون وما رح نعمل شي لا ما يفكرنا رح نزهق يعني ونحنا بالنسبة إلنا شقفوا لنا إخواتنا هني عطلين هم إزاز انكسر أو إنه قالوا له رح بلط البحر هيدا مشي لازم يزعل علي لازم يزعل ويستحوا هني إنه يرجعوا يمشوا التحقيق بتحقيق المرفق هيدا اللي لازم يستحوا منه ويزعلوا منه إذا هني عن جد قضات هممون يعرفوا شو صار بتحقيق المرفق والدتي كانت عند ويليام باتة الليلة عند ويليام شافته؟ ما كانت عنده أنا طلعت عنوياها شفناه دقيقتين وبعد هيك أنا طلعت لبرة وهي بقيت جوا مع المحامين وكان في عدد من النواب كمانا بقوا مع الجوا بس كل هالوقت اللي بقيته باللالا ما شافت ويليام اليوم رجعت شافته كمانا دقيقتين سؤال له هو منيح نحنا ممنعت الهمل ويليام ويليام قوي وإذا حبسوا يوم واثنين وثلاثة وأربعة رح يطلع أقوى من قبل وكل ما هني عم يطلبوا حدا مننا عم بيقوونا زيادة ما بعرف هني عشو عم بيراهنوا بس نحنا دم أخواتنا ما رح يروحاك لأنه هني عبالهم يرتاحوا هلأ بالنسبة إلهم اللي مفجرين لببور هني قاعدين بالبيت مش قاعدين لنا أخواتنا وقاعدين بالبيت مرتحين وعم بيقزدروا ونحنا أخوات الشهداء والأهالي واقفين من مبارح ويليام موقوف عم يطلبوا بيتر مرة تانية والأهالي اللي مات والبيت ونحنا الأخوة واقفين تحت الشطة والعلم عم تجي توقف معنا ولازم اللي ما نزل بعد ينزل معنا تنقدر نضغط أكتر هني لازم اللي بدون ينزلوا بس يفكروا أنه يمكن كان يصير هكي بأولادهم أو بأخواتهم ما ينتروا تأيجي دورهم يستعدون هلأ تكرمي لهودي يتحسبوا مرسي ترجمة نانسي قنقر